ولقاءنا مع الفقرة الحقيقة فقرة محببة جدا لقلبي لأننا بنسمع وجهات نظر مختلفة حول قضايا جدلية أثيرت في المجتمع على السوشيال ميديا في الصحافة حتى في المجتمع كله في مجلس النواب في مجلس الشيوخ هنتكلم مع زملائنا الصحفيين على هذه القضايا ونسمع وجهات نظر مختلفة اسمحوا لي أننا رحب بضيوفي الأستاذ أكرم الأصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع الأستاذ عماد دين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والأستاذ أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب وطبعا هي صحفية أيضا وخلونا نبدأ بقانون العمل وده قانون مهم جدا بالنسبة للقطاع الخاص كثير من القطاع الخاص والأجنب كان دايما يشكو من قانون العمل الحالي الذي لا يتيح لصاحب العمل أنه هو يفصل العامل أو يغير العامل لأنه مقيد بقانون صعب جدا فكان قطاع الخاص بمضي الناس على عقود مؤقتة على استمارة ستة على أمور كثيرة كده فيها تحايل عن القانون لأنه أنا كقطاع خاص ما أقدرش أن أنا أستمر في أن أنا مثلا أنفق على عمالة غير كفئة أو أنفق على عمالة عايزة غيرها أو ما إلى ذلك على الجانب الآخر قانون العمل بيحاول أن يحدث توازن مع حقوق العمال أيضا أنه ما يبقاش فيه فصل تعسفي ما بيبقاش فيه تغييرات مفاجئة وأنه العامل له حقوق سواء التعويضات أو غيرها هل حقق قانون العمل أو الدرافت أو المشروع بقانون المعروض الآن على مجلس الشيوخ وبعد ذلك على مجلس النواب هل حقق هذا التوازن وإحنا هنقف أمام جزء مهم جدا اللي هو مادة الفصل في القانون الفصل بقى في القانون الحقيقة أنها يعني أنا من رأيي أنها بتعيد الأمور لوضعها الأولاني أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأا جسيما انتحال العامل لشخصية غير صحيحة ارتكب العامل خطأ سبب أضرار جسيمة عدم مراعاة العامل للتعليمات السلامة إفشاء أسرار المؤسسة قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات النشاط وعدد آخر اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام هي دي الأمور التي تمكن من فصل العامل وده بيحصل أيضا في جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام القانون أستاذ الميدس أنا أختلف معاك تماما أستاذ الميدس القانون ده بالعكس القانون بيحقق كثير جدا من بطالب القطاع الخاص طبعا هذا القانون موجه فقط للقطاع الخاص حوالي ما بين 26-28 مليون 267 مادة و 10 مواد إصدار القانون عمل حاجة مهمة جدا لصالح أصحاب الأعمال ببساطة إداله حق أن يعمل عقود محددة المدة هذا أهم حاجة كان بيطالب بيها رجال الأعمال أن أنت صار قانونا أنه الناس العقد شريعة المتعاقدين بيروح يعمل مع عقد لمدة سنة لمدة 6 شهور لمدة 50 سنة لمدة انتهاء المشروع من حقه قانونا دلوقت ما فيش حاجة اسمها عقد مؤبد فبالتالي هذا هو جوهر ما يريده أصحاب الأعمال العامة الفصل اللي حضرتك بتقول عليها هو إذا أنا محدد المدة بعد سنة حضرتك ما عجبكيش خلاص مش جدد انتهت القصة لكن هو الفصل هنا بمعنى إيه أنه قبل انتهاء العقد العقد مخلص العقد قائم وقرر رئيس صاحب العمل أن يفصل العامل لا لابد أن يكون فيه ضمانات للعامل لأننا لو وديت صاحب العمل الحق المطلق أنه يفصل يقول له شكرا مع السلامة طيب أنا هد المجتمع بالشكل ده لازم بقى في كل الدول الرأس المالية فيه قواعد للفصل مش هاجد من تلقاء نفسه كده طلع صحيحة الصبح مزاجي متعكر الصبح هفصل العمال والقانون بيقول ليه كمان بيقول أنه في خلال أربح سنين لو أن العقد الموقت ده استمر أربح سنين العقد محدد المدة يتحول العقد ده ليه لأنه في هذه الحالة أنا كصاحب عمل اختبرت هذا العامل أو هذا الكلمة عامل بالمناسبة تعني كل من يتقاضي أجل من أول الأوفيس بوي لحد رئيس مجلس الإدارة أنا اختبرت واحد أربح سنين الصيغة اللي مقدمها الحكومة ست سنوات الصيغة اللي مقترحة مجلس الشيوخ أربعة اختبرت أربح سنين وطلع كويس يتحول العقد دائم عشان يستقر تخيالي حضرتك أن أنت عندك عامل أو موظف قاعد عشر سنين عندك شغال وحياته استقارت المعاشية وتيجي تقول له أنا قررت أن أنا مشيت الحياة بتنتهي اشتركوا في القناة